بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي لمعاهد وبرامج التربية الخاصة اليوم إن شاء الله مدتنا التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول للعام الهجري 1443 الهجرة معكم المعلمة عهود مطيري قبل بدء أي درس من دروس مادة التربية الإسلامية هناك بعض التعليمات التي يجب علي أن أطبقها أن أختار وأن أجلس في المكان الهادئ البعيد عن الضجيج وعن الإزعاج أن أعرف أوقات بث دروسي التعليمية من خلال قنوات البث التلفزيونية عين متى يبدأ ومتى ينتهي وهل هو صباحي أم مسائي ثلاثة أن أجهز أدواتي المدرسية من الكتاب المدرسي ومن الأقلام التي أحتاجها أن أستمع جيدا وأركز في شرح المعلم أن أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المحدد له أطلب من أولياء الأمور التواجد مع ابنائهم وبناتهم مشاهدة الدروس التعليمية للمساعدة والتوجيه إذا احتاجوا إلى ذلك عنوان درسي لهذا اليوم هو صورة الماعون صورة الماعون الأهداف التعليمية التي دائما نسعى لتحقيقها في كل درس من دروس مادة التربية الإسلامية هدف العام تعليم صورة الماعون الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى آيات صورة الماعون أن يردد الطالب والطالبة آيات صورة الماعون خلف المعلم أن يتعرف الطالب والطالبة على معاني آية صورة الماعون من خلال الأنشطة الموجودة بالدرس أن يشير الطالب والطالبة إلى آيات صورة المعون أن يتلو الطالب والطالبة آيات صورة المعون أن يحفظ الطالب والطالبة صورة المعون هذه هي الأهداف التي سوف نحققها في درس صورة المعون ماذا نشاهد القرآن الكريم صورة المعون توجد بالقرآن الكريم لماذا أنزل القرآن؟ ما هو القرآن؟ هو كلام الله عز وجل وهو آخر الكتب السماوية التي أنزلها على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا أنزل؟ لماذا أحسنتم؟ ليهدي الناس إلى طريق الحق ولكي ماذا يستفيد الناس من قصص الأقوام السابقة وأخذ العظا والعبرة أيضا ليبشرنا إلى دين الحق ويبشرنا إلى الجنة ويحذرنا من النار ليعلمنا القرآن الأخلاق الحميدة التي يجب أن أتحلى بها كمسلم ومسلم وهي أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الآن نريد أن أستمع إلى قصة درس اليوم ماذا أشاهد بالصورة؟ فصل دراسي وطلاب بالفصل طلب أحمد من زميله ماذا؟ قلم أتى أحمد إلى زميله قال أريد منك أن أستعير قلم ما هو شعور خالد؟ فرح خالد بطلب زميله وأعاره القلم أعطى خالد أعطى أحمد القلم بطلب من أحمد ما رأيكم بفعل خالد؟ ما هو شعور خالد؟ شعور خالد الفرح ما رأيكم بفعل خالد؟ هل هو فعل صحيح أم خاطئ؟ أحسنتم فعل خالد صحيح أعار صديقه وأعطاه لأنه طلب منه ذلك لأن زميله أحمد أحتاج إلى القلم ونحن كمسلمون دين للإسلام يدعو إلى مساعدة الآخرين دائما نساعدهم بالمال بالقول الجميل بالأشياء التي نملكها يجب علينا مساعدة السائل والمحتاج دائما هذا هو يدعو ديننا الإسلامي إلى مساعدة الآخرين لنالى رضا الله سبحانه وتعال الإسلام دائما يساعدنا ويحثنا على مساعدة الآخرين أشاهد الصور ما هذه الصور؟ البنت تساعد الكبيرة بالسن في العبور الطريق هل تأخذ أجر؟ هل تؤجر بفعلها؟ نعم الفتاة تؤجر بفعلها لأن ديننا الإسلامي يحثنا ويرغبنا في عمل ماذا؟ في عمل الخير ومساعدة الآخرين الصورة الثانية أعبر ماذا؟ الفتاة تساعد أمها في المنزل نحن كمسلمون يجب علينا أن نطيع الوالدين وأن نساعدهم في أمور الحياة لأن ديننا الإسلامي دائما يحثنا ويرغبنا في مساعدة الآخرين لكي نكسب إذا الله سبحانه وتعالى ماذا استفدنا من القصة اليوم؟ يجب علي مساعدة الآخرين تطبيقا لكلام الله وللسنة النبوية لأني مسلم ومسلمة أحب أن أساعد الآخرين دائما اليوم سوف نتعرف في آيات صورة الماعون فضل مساعدة الآخرين وتلبية احتياجاتهم نستمع إلى آيات صورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قرأنا آيات صورة الماعون الآن أردد خلف القارئ آيات صورة الماعون الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حفظنا الآيات من رقم واحد إلى الرقم ثلاثة اليوم إن شاء الله سوف نحفظ آية رقم أربعة وآية رقم خمسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون حفظ اليوم آية رقم أربعة والآية رقم خمسة الآن أريد أن أتعرف على شرح هذه الآية حفظنا واحد واثنان وثلاثة نكمل اليوم حفظ الآية رقم أربعة والآية الخامسة إن شاء الله نريد أن نفسر أو نشرح معنى الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جميعنا نصلي جميع المسلمون نصلي وهناك فئة من الناس عن صلاتهم ساهون ولاهون لا يؤدون العبادة بشكل صحيح ويلتهون عن وقتها وعن ماذا؟ وعن الخشوع بها ما معنى كلمة ساهون؟ من هم الساهون؟ هم الغافلون لآداء الواجبات من الله سبحانه وتعالى الساهون هم الغافلون يجب علي أن ألتزم بوقت الصلاة وأن لا ألتهي بأي أمر كان الله سبحانه وتعالى يحذر هنا من هم المتغافلون والذين يلهون عن صلاتهم ويتساهلونها الذين لا ينتبهون إلى الصلاة ولا يخشعون بها ولا يؤدون الركن بشكل صحيح يجب أن أحرص كمسلم ومسلمة أن أؤدي واجباتي بالشكل الصحيح التي أمرني الله بها أن أخشع بآداء الأمور الدينية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى الله يحذر من هنا الساهون الغافلون الذين لا يؤدون واجبات الله بشكل صحيح توعدهم من؟ توعدهم الله في يوم القيامة ماذا قال؟ فويل للمصلين من هم؟ الذين هم عن صلاتهم غافلون ولا يؤدون العبادة بشكل صحيح التي أمرنا الله عز وجل هذا هو شرح معنى درس اليوم آية رقم أربعة وآية رقم خمسة ما معنى ساهون؟ من هم الساهون؟ هم الغافلون عن آداء واجبات الله بشكل صحيح توعدهم الله بيوم القيامة بماذا؟ بالنار لأنهم غافلون ولا يؤدون العبادة بشكلها الصحيح ولا يتمون آداءها بالشكل الصحيح أنتقل لنشاط آخر أريد أن أسترجع معنى فذلك الذي يدعو اليتيم ماذا عرفت عن هذه الآية؟ ما معنى؟ فذلك الذي يدعو اليتيم أحسنتم هو الذي يهين اليتيم من هو اليتيم التي عرفناه في آيات سورة المعون؟ اليتيم هو الطفل الصغير الذي لا أبله فقد والده الذي توفى والده وهو طفل صغير يسمى يتيم حذرت الآيات في سورة المعون الذي يهين من يهين اليتيم أصل الكلمة بما يناسبها ما معنى اليتيم؟ هل هو صاحب الحاجة؟ أم فاقد الأب؟ في آيات سورة المعون أحسنتم اليتيم هو فاقد الأب من هو المسكين في آيات سورة المعون؟ من هو المسكين؟ أحسنتم هو صاحب الحاجة المسكين هو صاحب الحاجة الذي يحتاج الآخرين من أجل أن يقضي أمور الدنيا نريد أن نلعب لعبة سريعة؟ ماذا يوجد داخل الصندوق؟ ما معنى ولا يحض على طعام المسكين؟ ما معنى ولا يحض على طعام المسكين؟ ما معنى؟ هل نستكشف الصندوق؟ أحسنتم الذي لا يعطي المحتاج أو الفقير من ماله؟ فدين الإسلامي دائماً يحثنا على الزكاة ويحثنا على الصدقة ويحثنا على مساعدة الآخرين؟ السؤال الثاني وهو درس اليوم ما معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما معنى هذه الآية؟ أستكشف الصندوق؟ أستكشف الصندوق؟ أستكشف الصندوق؟ شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم